دكتورة خلينا نفكر كده مع الغلاء اللي موجود في العالم كله وظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتواجه العالم كله مش كل الأغذية متاحة للناس يمكن النشويات بتكون أقل في الفلوس بكتير من البروتينز والحاجات اللي زي كده مريض السكر يعني اللي ظروفه أبسط من غيره يأكل إيه بحيث أنه هو يحافظ على سكره وفي نفس الوقت يقدر يبقى في إمكانه ويقدر يتعامل معه الحاجات اللي هي المؤشر الجليسيمي بتاعها قليل واللي بتاعد على أنها تخفض مصطفى السكر في الدمق الخضروات أكتر حاجة الخضروات يبقى السلاطات الأسماك المشوية لو هنأكل بروتينات ناكلها مشوية ممكن ناخد بروتين نباتي فول مثلا بس مش بكميات كبيرة لا دعا نحدد الكمية مش أكتر من ثلاث معالق في اليوم مع النشوات برضو لازم نقل بقى من الخبز والمعجنات والرز والحاجات هنحدد يعني إحنا مش هنمنع ولكن الكربوهدريت اللي هي النشوات والسكرات دي لازم نقل منها هنأكل بروتينات بالمعقول الإكسار من الخضروات وشور بالماء بكسره وكمان ننصح المرضى بعدم تناول المسكنات العقاقير المسكينة يعني بصورة يعني عندي صداع أخذ مسكنات لإني ده ليه تأثير سلبي على الكلا تمام طيب نروح بقى للمبادرة الخاصة بالمستشفيات الجماعية وجامعة عين شمس عيادة السكر اللي بتقدم خدمة طبية للمواطنين عايزين نتكلم على تفاصيل هذه المبادرة والفكرة فكرة اللي بقى فيها عيادة متخصصة للكشف المبكر عن السكر يعني السكر ومضعفاته مضعفاته طبعا طبعا هو الناظرة لعلاج المرض السكر اضغيرت هي مش بس كتابة أدوية للمريض لكن إحنا بقينا ناخدها يعني هوليستيك أبروش لكل جوانب المريض من أول إن إحنا بناخد المريض نعمله جلسات تثقيفية نعرفه بالغذاء الصحي وإزاي ياخد غذاء متوازن بنعرف المريض بأهمية النشاط البدني بنعرف المريض بأعراض ارتفاع السكر عشان تبقى ألارم وفي نفس الوقت كمان بنديه محاضرات طوعوية عن أعراض انخفاض السكر يعني أنا اللي عايزة لا يرتفع ولا عايزة ينقفض لإني في الاتنين بيعرض جسم المريض للخطر بندي المريض نبزة عن المضاعفات وإزاي نشخصها بدري فلدينا نعمل أما يجينا مريض سكر من نوع الثاني المفروض أن أول ما نشوفه نبتدي نعمله كشف مبكر للمضاعفات اللي هو ندور العصاب الترافية نشوف إذا كان فيه التهاف العصاب الترافية الأوعية الدموية عشان إذا كان فيه قصور في الأوعية الدموية الترافية بنعمل زلال البول علشان التشخيص المبكر لإعتلال الكلوي السكري اللي هو ده ده بقى ده لازم نمنعه علشان نقلل نسبة المصابين فيما بعد بالفشل الكلوي بس ده كله لو هو بالفعل مريض سكر إحنا مش لما نيجي نبتدي لسه بقى كمام مش بنا نبقى كل الحاجات دي لا أول ما يبقى سكر من نوع الثاني لازم نعمل كده في الأول ترجمة نانسي قنع